الصفحة الثانية من عمليات محمد رسول الله الثانية لتحرير ما تبقى من مناطق غربي القيروان وقضاء البعاج وصولا إلى الحدود السورية شرعت قوات الحجد الشعبي صباحا هذا اليوم بالتقلم صوب القرى الواقعة ضمن قضاء البعاج غربي الموصل وصولا إلى الحدود السورية وتحريرها من عناصر داعش طلقت قطعاتنا الأمنية باتجاه القرى المحاذية والمحيطة لناحية البعاج فبالتالي تم تحرير عديد من القرى والمعارك مستمرة والتوجه إن شاء الله والاتجاه نحو ناحية البعاج لتحريرها من ثم الانطلاق إلى الحدود العراقية السورية في الساحل الأيمن واصلت قوات الجيش تضييق الخناق على المدينة القديمة قائد عمليات نينوى أكد أن القوات تقف على مشارف حيي الزنجيل والصحة مبينا أن كل ما بقي من مساحة خاضعة لمسلحي تنظيم داعش لا تتجوز الخمسة بالمئة من مساحة محافظة نينوى الكلية التي ستحرر في غضون خمسة عشر يوما بحسب تعبيره على مشارف حيي الزنجيل والصحة وهذه آخر أحياء بالمدينة بعدها يتم إطباق الطوق على المدينة القديمة نتأمل في غضون عشر إلى خمسة عشر يوم إن شاء الله المدينة القديمة يتم تحريرها بالكامل وفي الأحياء التي تجري فيها المعارك أكد جنود في الشرطة الاتحادية استعدادهم العالي لخوض معارك الصفحة الأخيرة على الرغم من الصعوبات التي يواجهونها بسبب الكفافة السكانية والأحياء الضيقة مشيرين إلى قتل عداد كبير من المسلحين بدنا بتحرير المناطق وقتلنا أكثر من عشرين داعشي والحال جثثهم بعد عنا عشرين متر وحالنا نحن بالمصل القديمة سوى طريق للقطعات بحيث تقدم لهذه المنطقة التي أمامنا هذا وكشف مجلس محافظة نينة واليوم عن بقاء نحو 350 عنصرا من تنظيم داعش في الأحياء التي يسيطر عليها في الوقت الذي بقي ما يقارب 35 ألف مواطن في تلك الأحياء من البنص اليوسف المندلاوي الحرة